علي شرف أو رجلاوي خادم قصر عاشور العاشر الذي أحبى حماما يروي في حواره مع تلفزيون النهار كيف رشحته سهيلة معلم لهذا الدور وكيف ولج ميدان التمثيل من بوابة برنامج بين الثانويات وعن تدروجه في الأدوار حتى بلغ مسلسل عاشور العاشر اتنين وما نصيحته للمواهب المهمشة في مسقط رأسه بيتي سمسيلت وماذا عن تعامله مع عمالقة التمثيل في سورة سالح أغروت مدني نعمون وسيد أحمد أغومي كما سألناه بين لقب رجلاوي وعليل الوانشاريسي ورجلاوي سقلاوي ماذا تفضل؟ ماذا قال لجعفر جاسم وسهيلة معلم وسالح أغروت وماذا سيقول عن دوره في الرئيس قرصو؟ ولأول مرة في الإعلام سيتحدث رجلاوي عن ابنته التي قال إنها حمامته الحقيقية وهل غيرته الشهرة وغيرها من الاعترافات؟ كل هذا وأكثر تكتشفونه في اللقاء الخاص مع الممثل علي شرف في الأوقات التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر